السيزن النهاردة بدأ زيارته الرسمية لفرنسا في الوقت اللي 2 مليار مسلم في حالة غضب كبير جدا من ماكرون ليه؟ للي كنت ناس أفكرك ولو كنت نايم أصحى معايا بسبب تأييده للإساءة لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي عز ما فيه حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية والحملة ما زالت مستمرة لليوم الأربعين على التوالي بفضل الله واللي أثبتت نجاحها لفرنسا والماكرون وللعالم كله وأثبتت كمان إن المسلمين مش ضعاف وفي إيديهم حاجات كتيرة جدا ممكن يعملوها ردا على الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم السيزن رايح النهاردة عشان يعقد اتفاقيات وصفقات عشان ينقذ ماكرون من الموقف اللي هو فيه أنا مش لقيلهم حل غير إنه هو اتلم الموقوس على خايب الرجا يعني في عز ما الصحافة الأمريكية يا غبي يا اللي ما بتفهمش انت وهو الصحافة الأمريكية عملا تتكلم وتقول إن ماكرون زعلام من الغرب عشان محدش وقف جنبه في الأزمة الاقتصادية اللي بلب بتمره بيه الصحافة الأمريكية بتقول كده الغرب موقفش جنب ماكرون عشان هو عمل حاجة الغرب نفسه رفضها رايح السيسي النهاردة يسامده ويقوم هو بدور الحليف مع عدو المسلمين اللي بيستفزوهم واللي مستمر في التضييق على مسلم فرنسا وبيصدر قرارات تعصفية تجاه المسلمين في فرنسا عمال يقفل في المساجد عمال يحقق مع عدد كبير من المسلمين عشان ممارستهم لعبادتهم وأنشطتهم الخيرية والدعوية بس ده مش بعيد على السيسي بصراحة وأنا كمان بصراحة مش متفاجئ أنا مش متفاجئ لأن السيسي في معظم كلامه بيدافع عن الغرب وبيهاجم المسلمين يعني دي مش حاجة جديدة عليه